رابعا من الأصول التي افترق فيها الفرق الإمامة مسألة الإمامة فإن من عقيدة أهل السلف الصالح لضوان الله عليهم أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأن الأئمة من قريش لا تخرج الإمامة عنهم كما صحت بذلك السنة وأن الإمامة منصب شرعي غرضه إقامة الدين وسياسة الدنيا به وطريقتها الشورى واختيار أهل الحل والعقد من العلماء وذوي الشان وفارق الجماعة في ذلك فرقتان أولا الشيعة ومذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي واختلفوا في خلافة الثلاثة فقالت الزيدية هي صحيحة ولكن علي أولى منهم وقال بقية الشيعة خلافتهم باطلة ويسبونهم ويلعنونهم والإمامة عند الشيعة ليست مجرد منصب شرعي بل هي ركن من أركان الدين وأصل من أصوله وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقط لا تخرج عنهم ثانيا الخوارج وهم يقرون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر ويطعنون في عثمان وعلي وقد يكفرونهما ويقولون الإمامة جائزة في كل الناس قريش وغيرهم اشتركوا في القناة